اشتركوا في القناة المعلومات كبيرة وخصوصا انه بكرة في خصوف لازم يكون في تركيز اليوم طبعا القمر الان هو موجود في برج الثور في منزلة الدبران طبعا في كثير من الاشخاص بقولك بما انه القمر موجود في شرفه فكيف انه بصير للعداء والمشاكل والاشياء هاي اشي طبيعي هاي منزلة المنزلة هاي هي اللي بتحدد الامر احنا ما حكينا عن القمر في الثور وشرفه اتنين اذا كان القمر حتى لو في شرفه في برج الثور وكان القمر عامل زوايا سلبية بدي يكون منتحس فمالشرط انه يكون في شرفه يعني لازم يكون سعيد هذه نقطة اساسية لازم تعرفوها فهي اكبر كذبة عند الفلكيين اللي مش فاهمين علم الفلك انه خلص يعني في شرفه في بيته في مثلثه معناته لازم يكون سعيد لا ان شاء الله بيكون وينما كان الاهم سعادة ونحوسة الكوكب بتتحدد نسب الها علاقة بالزوايا والها علاقة باتصالاته الها علاقة بمكانه الها علاقة بدرجته الها علاقة باقتراناته كل هاي الاشياء بتأثر فيه فانا ما بأخذ انا عمركم يعني ما عمري اجيت حكاية الكوكب في شرفه وفي وباله والكوكب غريب والكوكب محترق والكوكب هذه مسميات فلسفية فيعني حافظينها مش فاهمينها حتى لو كان وين ما كان ممكن يكون الكوكب غريب ولكن شكل زوايا ايجابية وكانت قوية الزهرة هيها موجودة بالجدي كوكب غريب يعتبر ولكن من اول ما دخلت على الجدي وهي سعيدة لانها شكلت كل زواياها سعيدة فاجي اقول انا لا والله عشان يعني معلش فلان حكا هيك فاللي حكا ما بقدر اخالفه فيه فلازم انا حوله منتحس يعني لا لا ما بحوله منتحس فعشان هيك عادي جدا القمر في منزلة الدبران ومنزلة الدبران هي منزلة سيئة لا تصلح الا للعداء والمشاكل ومن الافضل عدم البدء باي شيء جديد هاي منزلة ورح يمكث فيها القمر من الان لغاية الساعة تسعة واثنعشر دقيقة من مساء يوم الخميس بعدها بدو ينتقل لمنزلة الهقعة وهي منزلة برضو سيئة لا تصلح الا للاشياء المضرة بما ينفع كاستخراج سموم الاسحار مثلا وغيرها ومن الافضل عدم البدء باي شيء جديد بهاي الفترة بالنسبة للقمر بما انه موجود في برج الثور معناة تأثيرات برج الثور هي اللي بده تأثر علينا في هاي الفترة منشعر بالحذر اكثر من ميل المحافظة على ممتلكاتنا قل ما نبحث عن شيء جديد يجب ان نعتمد على انفسنا ماديا وان لا نفكر في اقتراض المال من مصرف او من صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار ويمكن شراء عقار ما وقضى وقت ممتع بالبيت مثلا طبعا اهم نقطة بدنا نوه الها انه بما انه من اليوم بتبلش تأثيرات الخسوف بقوتها اهم شغلة تنتبهوا من الطقس في كل انحاء العالم هذا يعني زي تنبيه لانه عادة انا ما ذكرت في حلقة الخسوف عشان يعني اشوف لوين ممكن يوصلوا بالسرق تعين القنوات الاخرى ولكن ما شاء الله ما قصروا كلهم عباقرة اهم نقطة بيأثر الخسوف عليها او الكسوف هي حالة الطقس المناخ تحديدا فعشان هيك انتبهوا من التقلبات اللي راح تصير في المناخ الغبار جو هذا بيكون في فيروسات بتنشط فيه لانه فيه اضطراب بيصير في جسم الانسان في مناعة الانسان فسهل جدا انه يمسك فيروس فلوانزا فيروس او لفحة هوا او شيء العلاقة بالالتهاب صدر فبتكوا تنتبهوا من هاي النقاط وما تستهينوا بالجو بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا راح نذكر الزوايا البطيئة اللي لها تأثير ايام راح تستمر مدة كمان هاي 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 زوايا هي اساس التوقعات لانه من خلالها بتعرف مزاجك واللي بتحكم في مزاجك في هاي الفترة اول زاوية راح نحكي عنها اللي هي زاوية التثليث الايجابية اللي بين عطارد وبين نبتون هاي لها مدة ولكن يوم تسعة تحش احد عش بتنتهي يعني يوم الجمعة اخر يوم لالها بتخلي عنا قدرة لقراءة مشاعر الاخرين من حولنا دون ان يعبروا عنها بصراحة اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية التربيع سلبية بين الشمس وبين المشتري نهاية هاي الزاوية يوم عشرين احد عش بتخلينا نغامر في الامور المالية نصرف بدون حساب ندخل بمشاكل مالية نستهتر بالوضع الميزاني او الوضع المالي المضاربات والمغالاة والاشياء اللي الها علاقة بالاقمار او تجربة الحظ علما انه هاي زاوية من البداية حكينا انها بتبدد الحظوظ في اي مسعى منقوم فيه يعني بمعنى اخر ما في حظ نهائيا اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية التزديس ايجابية بين الشمس وبين بلوتو هاي نهايتها يوم عشرين احداش برضو هاي زاوية ممتازة بتعزز قدرتنا على تحديد اهدافنا وسعي نحوها كما بيتجه اهتمامنا نحو الامور الغامضة ومحاولة فهمها اما بالنسبة للزاوية ممتازجة بتميل النحوسة هي زاوية المريخ وورانوس زاوية التقابل هاي نهايتها يوم عشرين احداش هاي بتخلي في اه عنا نوع من انواع التردد الخوف من اتخاذ قرار حاسم في حياتنا بتجعلنا غريبي الاطوار وعنيفين في بعض الاوقات وبتسبب نوع من انواع الشقاقات العاطفية البعض ممكن يشتكي من تقلبات في المزاج الجنسي بين الضعف وعدم القدرة طبعا الها دلالاتها واثرها واضحة كانت بالخلال الفترة الماضية يعني هي تأثيراتها بدأت من يوم يعني اوجها كان يوم سبعتاش هي بدأت تقريبا من يوم نحكي يعني عشر اتناعش منلاقي انه كثير صار في حوادث الها علاقة حوادث مفاجئة الها علاقة بالحرائق الها علاقة بالتفجيرات وقوع طائرات مصارش تفجيرات صار حوادث سكة حديد مصارش زلازل صار عواصف اوروبا صار خصوصا منطقة كندا والمناطق اللي هي اساسا الخصوف بيركز عليها في نوع من انواع العواصف بتتشكل شغلة التمرد موجودة الانقلاب العسكري ما شاء الله طبعا في ناس بفكروا الانقلاب العسكري هو بس انقلاب على النظام لا هو انقلاب النظام على النظام ممكن يتم عزل او قتل احد القاد الكبار العزل صار القتل ما صار ممكن تشهد مظاهرات او اضرابات في او اضرابات وصار الثنتين اضرابات في قطاع الصناعة او الصحة ما ما سمعتش بتسبب قمع للحريات صار طبعا ممكن تشهد هاي الفترة فضائح اجتماعية او جنسية صار بردو يعني هاي الزاوية هيك تأثيراتها بتنتهي تأثيراتها يوم عشرين احداش طبعا مش رح اطلع اقول واو شفت زي ما اتوقعت اللي حكيت وما لا اتوقعت ولا نيلي هذا علم ما ليش علاقة في انا عشان انا اتوقع انا زي ما بتتشكل الزاوية زي ما بحكي اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي بدأ تأثير زاوية التثليث الايجابية اللي هي بين الزهرة وارانوس وهي بدأت من قبل من يوم تسعة عشر احداش وهاي رح تستمر لغاية واحد وعشرين احداش بما انها ايجابية بتهيئ الفرصة للبدأ او لبدأ علاقة غرامية بصورة مفاجئة برضو بننظر للحياة بتفاؤل اكثر من الفترة الماضية وبرضو بتكون شعبيتنا في تصاعد اما بالنسبة لاخر زاوية من الزوايا البطيئة اللي متشكلة هي زاوية التسديس المنفصلة هي زاوية ايجابية بين الزهرة وبين المريخ لها علاقة طبعا انه بسود جو عام من الود بتسهل علينا التفاهم مع الاخرين بتعزز العلاقات العاطفية والاجتماعية وبرضو لها علاقة بامور الصحة والمرض انها هي بتسهل عملية الاستشفاء او بتعطي مناعة عند الاشخاص انهم يتعالجوا بتركز عامور الصحة اكتشاف ادوية او اكتشاف علاجات او اشياء زي هيك في المجال الطبي اما بالنسبة الزاوية الزاوية اللي رح تتشكل هذا اليوم اول زاوية هي زاوية التثليث ايجابية بين القمر وبين الزهرة وهي رح تكون في تمام الساعة اتناعش وتسعة وثلاثين دقيقة بعد منتصف الليل منتصف الليلة هاي بتأجج العاطف اتجاه الجنس الاخر وبالتالي مننجح بتعزز العلاقة معهم وبتعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وابداعهم اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية اقتران ايجابية بين القمر وبين اورانوس وهي رح تكون في تمام الساعة 224 صباحا بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك من ناحية ايجابية اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية التقابل سلبية رح تكون بين القمر وبين المريخ وهي رح تكون في تمام الساعة 23 دقيقة صباحا ابتخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني فبنكون بحاجة الى الهدوء والتحلي بالصبر في اي مسعى منقوم فيه يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بكون محبط عاطفيا ممكن يثور ثورة عارمة من الغضب عند اي موقف ممكن يستفزه اما بالنسبة للزاوية البطيئة اللي رح تتشكل اليوم وذكرناها في الايام الماضية هي زاوية تثليف ايجابية بين عطارد وبين نبتون طبعا هاي رح تستمر لغاية يوم 19-11 برضو نصبح قادرين على قراءة مشاعر الاخرين من حولنا دون ان يعبروا عنها بصراحة اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تسديس ايجابية رح تكون بين القمر وبين نبتون وهي رح تكون في تمام الساعة 7-13 دقيقة مساء بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدس عليه فانه اكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك الفن والديكور والتجميل والمراي اما بالنسبة للزاوية الاخيرة فهي زاوية التقابل سلبية بين القمر وبين عطارد وهي رح تكون في تمام الساعة 7-47 دقيقة مساء بعض الاشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجية طبع بالنسبة للأعضاء الحساسة بالفترة هاي عند معظم الأبراج هي مناطق العنق يعني الرقبة الحنجرة الحبال الصوتية الغد الدراقية اللوزتين منطقة تفاحة آدم هاي كلها منطقة حساسة جدا حتى عضلات الرقبة بتكون حساسة سهل جدا انه يصير فيها التهاب او انه آلم فعشان هيك هاي الأعضاء هي اكثر حساسية بالفترة هاي عشان هيك لازم نوفر لها العناية الاضافية بالنسبة لليوم طبعا انا ما بنصح باجراء عمليات جراحية الا للضرورة القسوة والاهم هم وليد العقرب القوس الثور الجوزاء هذولا يعني آخر ناس ممكن انهم يفكروا يعملوا عمليات جراحية بالفترة هاي الا اذا كان موضوع العملية اضطراري وما في مجال لتأجيله حتى بامور التجميل كل الابراج ما بنصح بالفترة هاي لعمليات التجميل وغير مناسبة تماما لانه فترة القسوف واكتمال القمر يعني فترة صعبة جدا مع بعض برضو غير مناسبة لازالة الشعر الزائد بتصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن لا تصلح للقص العلاجي بالنسبة لمطعم كورونا اليوم مناسب الا لموليد العقرب والقوس والثور والجوزاء زي ما حكينا طبعا هي ليش لانه طاقتهم بتكون ضعيفة وتعتبر هي بيوت الصحة لقلهم والخسوف رح يصير في بيوت صحتهم اللي بتأثر على الصحة ان كان بالمقابلة او في بيت المتاعب او البيت السادس لقلهم بالنسبة للقمر بما انه موجود في برج الثور طبعا خلق المسار القادم رح يكون يوم الجمعة اللي هي في ساعة بداية الخسوف اللي هو بيبدأ في تمام ساعة ثمانية وسبعة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام ساعة ثنتين واثنين وثلاثين دقيقة عصرا لينتقل بعدها القمر لبرج الجوزاء بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار المكتبل أربعة عشر يوم في تمام الساعة ثنتين وحد عشر دقيقة بعد الظهر بيصبح خمسة عشر يوم نسبة الإضاءة بتصير خمسة وتسعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم اثنين وعشرين احداش هو الآن سعيد بنسبة ستين في المية ولكن في ساعات الظهر بتنزل السعادة لغاية ثلاثين في المية بسبب انه بلشت عملية المقابلة والخصوف القمر في الثورة حتى يوم تسعتاش احداش منتحس بنسبة خمسة وسبعين في المية الآن في ساعات الصباح بصير ستين في المية في ساعات تقريبا عند المغرب بترتفع نسبة النحوس للتسعين في المية اما بالنسبة العطارد في العقرب حتى يوم اربعة وعشرين احداش منتحس بنسبة خمسين في المية الزهرة في الجدي حتى يوم تسعتاش اتناعش سعيد بنسبة ستين في المية المريغ في العقرب حتى يوم ثلاتاش اتناعش منتحس بنسبة خمسة في المية المشتري في الدلو حتى يوم تسعة وعشرين اتناعش سعيد بنسبة خمسة زحل في الدلو حتى يوم 4-6 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 18-1 منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة 10% إبلوتوف الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا هذا يوم بيحمل مع بعض مش إش كثير الفرص المالية ممكن تكون حتى مفاجئة وبتدخل تحسين على ميزانيتكم ممكن تهتموا لبعض الأمور المالية أو تعالجوا استحقاق مالي أو فوتر مثلا أو ديون أهم شيء أنك اليوم ما تتسرع بتوظيف الأموال حاول تبعد عن الأمور هاي لأنه فترة صعبة وممكن تحمل خسارة خصوصا هاي الأيام حاول أنك تدقق بالتفاصيل إذا كنت مضطر لتوقيع على أوراق بتطمئن خواطرك نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ يعني شوي نفسيتك أحسن من الأيام الماضية ولكن على المستوى المالي ما تغامرش نهائيا برج الثور ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط اليوم رغم أن الخسوف عندكم وشوي هذا بيأثر على تقلبات نفسية أو مزاجية أو حتى وهن بالجسم بتقدروا اليوم تبادروا لخطوة جديدة داعم من مركزكم الاجتماعي بتتحسن المعنويات بشكل ملموس وبتنطلق في ورشة جديدة أهم شيء أنك ممكن اليوم تتشجع لمواجهة واقع صعب ممكن تمارس إرادة قوية مع اندفاع وحماسة وبتنتصر على كثير من الاعتبارات الأهم زي ما حكينا أنه هذا الضغط اللي موجود عليك هو بسبب الخسوف فحاول قدر الإمكان أنك ما تستسلم اختلط بالمجتمع واطلع على أساس أنه ترفع عن نفسك وتشحن حالك بطاقة إيجابية برج الجوزاء طبعاً بتكون تنتبهوا أنتوا لأنه القمر في بيت متاعبكم وفي مرحلة انتقال بده يكون فعشان هيك وفي خسوف قمر فهذا الإشي بيتطلب منكم عدم المبالغة نهائياً في جودكم الجسماني انجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم حاولوا أنكم ما توقعوا على عقد ما تبدأوا عمل جديد هاي فترة فارغة من الحظ حل الأمور بهدوء ابتعد عن الأضواء ما تقرر على شيء جديد عشان ما تخيب آمالك تعتبر هاي الفترة من أسوأ الفترات بسبب خسوف القمر وبسبب وجود القمر في بيت متاعبك برج السرطان طبعا اليوم رح يكون في نوع من أنواع اللقاءات اللي إلها علاقة بالأصدقاء ممكن يصير في نوع من أنواع التعاون ما بينك وبينهم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو بطلباته إما إيجابي أو سلبي أهم نقطة اليوم حاول أنك ما تبقى وحيد الظروف يعني فيها نوع من أنواع التعاطف أو تأييد لتحركاتك رح تفرح اليوم بدعم بيجيك من جهة ما الفلك شوي يعني بيدعمك على مستوى الأصدقاء بعزز بعض النقاط القوية وبيدعمك على مستوى اللقاءات والتعاون والعلاقات الاجتماعية وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة برج الأسد يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا بإدخال تعديل على طبيعة عملهم اليوم تقدروا أنك تثبتوا جدارتكم أمام المسؤولين ولكن أهم نقاط لازم تنتبهلها أنه حاول اليوم أنك ما تتدمر من كثرة الأعباء ما تحاول أنك تشكي عن مشاكلك أمام الناس صحيح أن الفترة هاي فيها نوع من أنواع الضغوط الكبيرة عليك وهاي فترة مهمة لا تسمح لعواطفك بالتأثير على سلوكك وعلى أداة بدك تسيطر على أعصابك حتى لو شعرت بالانزعاج خلو المسار جاي في نفس البيت اللي هو بيت السمعة فحاول قدر الإمكاني تحافظ على سمعتك وعلى إنجازاتك وعلى علاقاتك وحاول أنك ما تشوه سمعتك نهائيا برج العذرة اليوم بتتركز أموركم كلها على الاتصالات البعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو أمور لها علاقة بالسفر والاتصالات لامتحانات الدراسة الجامعية تعزيز العلاقة ما بينكم وبين الأحبة فعشان هيك بتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحبائكم بترتفع المعنويات وبتصير فرص النجاح جيدة جدا وممكن أنك الفترة هاي أنك تقدر تمسك بزمام الأمور بشكل جيد هاي فترة إيجابية ببيسها خلال هالحوار ممكن تفرح بخبر أو تجاوب بعض الأشخاص معك ولكن الأهم اللي عنده امتحان أو مقابلة اللي بتحتاج لنشاط فكري يعني ما تعتمد على الحضوض نهائيا برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان القمر موجود في بيت الثامن يعني له علاقة بالأموال فعشان هيك بيركز على الأموال المشتركة يعني بعطي بعض الفرص أو حل بعض الأمور المالية اللي بتيجي لها علاقة بشراكة أو تعويض ولكن بتكن تنتبهوا أن الفترة هاي طاقتكم ضعيفة فصحتكم أو صحت قريب لكم بتكون بحاجة للرعاية حاول أنك تسارع لتهدئة الخواطر بترتيب الأوضاع ممكن تتخلى عن مطلب أو عن خطوة أهم شيء أنك تتصرف بدون تباطئ لتصحيح الأوضاع وإعادة بعض الأمور لنصابها رح تنشغل اليوم بمعاملات أو بأوراق ولكن الأهم دير بالك من كفالة أي شخص بهذه الأيام وبرضو انتبه على أموالك من السرقة والضياع أو من بعض المحتالين برج العقرب طبعا اليوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني بوسعكم تعزيز شراكاتكم بدكوا تتجنبوا الانفعالات اللي ممكن تخفي عداوة لاسيما مع الإدارات مع المسؤولين بحذرك من المشاركة بأي جدال أو صراع لأنك خاسر وخصمك بهاي الفترة بكون قوي وشرس أكثر منك فعشان هيك بدك تنتبه من هاي النقطة اثنين الخصوف رح يصير مقابلك تماما فعشان هيك رح يكون طاقتك فيه ضعيفة جدا نبهت أنا للأمور الصحية فيه ناس خافت قالت معناته وبدو يصير معنا مرض مش عارف إيش ولا هذا لا الطاقة بتكون ضعيفة فقابلية أو المناعة بتكون نازلة وممكن إنك يعني تمسك عدوة من أي شيء فإذا كان فيه أي شيء ملفت للنظر حاول إنك ما تستخف بالأمور واستشير طبيبك برج القوس رغم تراكم العمل أنتوا عندكوا قدرة على إنجاز الكثير من أعمالكم ولكن اليوم تشوش الفكر الموجود عندك اللي ممكن يشغلك من لا شيء وعصبيتك ممكن هي اللي تخرب عليك فعشان هيك بتكون تنظموا اليوم عملكم بشكل جيد حاولوا إنكوا تنظموا غذاءكم برضو وتحاولوا إنه تأخذوا قصة من الراحة بشكل جيد ومن ساعات الفجر أو من ساعات الصباح الباكر تحاول تبدأ بإنجاز أعمالك عشان تحاول تنهيها قبل ساعات المساء حاول إنك ما تلتهي بأي شيء من المستحسن زي ما حكينا إنك برضو تنتبه لصحتك بالفترة هاي لأنه القمر موجود في البيت السادس والخسوف في البيت السادس فآخر موليد برج القوس أكثر ناس بدهم ينتبهوا على صحتهم يعني أي شيء غير اعتيادي راجعوا في الطبيب ما تستهين فترة فيها بعض النجاحات على مستوى العمل أو ممكن بعض الأصدقاء يساعدوك أو يساهموا بمساعدتك في إنجاز بعض الأعمال ولكن لا تهم العملك ولا صحتك برج الجدي اليوم بترغبوا في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ممارسة نشاط فني أهم إشي ما تترددوا في التعبير عن عواطفكم حاولوا تكريس مزيد من الوقت للأحباء تنمو اليوم بعض العلاقات ممكن تزدهر لكن لا تسمح لشؤونك الخاصة بالتأثير عليك هذا أول تنبيه ثاني تنبيه الخصوف في هذا البيت لا تحاول تفرض رأيك على الأحبة على الأبناء بالفترة هاي حاول ما تكون فضولي زيادة أو ما تتدخل زيادة ما تدخل بجدالات ما بينك وبين الوالدين بالفترة هاي الأجواء ضاغطة حاول أنك تمضي هالأيام هاي أيام الخصوف على خير بدون مشاكل مع الأحبة هاي نصيحتي لا إلك برج الدلو بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية ممكن تنشغلوا اليوم بمسائل إلها علاقة بالعائلة لمة اجتماع حفلة مناسبة ضرف معين إلها علاقة بالعائلة اتصالات مع العائلة أهم إشي إنه ما تترك أي أحد يحبط طموحاتك وحاول إنك برضو أنت ما تتدخل في شؤون غيرك حاذر من الخلافات وحاول إنك ما تضخم الأمور أنت الفترة هاي ومع الخسوف شوي حساسيتك رح تكون عالية جدا تتحسس من أي موقف والجو هو متوتر تلقائيا وهذا الشيء بيسبب لك نوع من أنواع القلق فعشان إيه بدك تنتبه من هاي الأمور وممكن تقلق على صحة أحد الأحبة برج الحود برج الحود طبعا بيظل النشاط مسيطر عليكم اليوم في أمور إلها علاقة بالسفر القصير التنقلات الدراسة الامتحانات هذا يوم مناسب برضو للخروج في نزهة قصيرة لتغيير جو لتعزيز العلاقة ما بينكو بين الإخوة أو الجيران أهم شي أنك تحافظ على الموضوعية وتحافظ على هدوءك ورصانتك حصن نفسك بالمعنويات المرتفعة اليوم رح تكون تنقلاتك مهمة وممكن إشي يكون ممتع حتى فيها وانت اليوم تتمتع بسرعة خاطر وقوة أفكار وأعدار ولكن حاول أنك تكون واضح بكلامك عشان ما تنفهم غلط وحاول تنتبه أثناء حركتك من بعض الإصابات يعني أنه يعني تتحرك وانت مش منتبه إيدك تضرب في طاولة رجلك تقصع تحتيك شغلة زي هيك بدك تنتبه من هاي الأمور لأنه اليوم انت بتتمتع بنشاط عالي وحماسة عالية وبرضو لا تنسى أنه الخسوف في البيت الثالث فعشان هيك بدك تنتبه إذا كان عندك امتحان أو مقابلة بدك تدرس وتستعد بشكل جيد وما تعتمد على الحضور بشكل جميع طبعا على دعمكم وكلامكم الرائع في الأيام الماضية شكرا للكم بشكل الأشخاص المنتسبين للقناة والداعمين برضو للقناة بشكل الأشخاص اللي بيحاولوا يوصلوا القناة للعالم أو للناس بالتشيير أو بالكومنت أو باللايك حتى لأنه أساسا لما تحطوا صندوق البحث أو خوارزمية البحث على اليوتيوب بتعرف أنه هذا الفيديو لازم يطلع كفيديو محبب إن في ناس حبته فهذا اللي يكتبعك لا تستهين فيه فعشان هيك ما تبخل علينا فيه هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء